نعم طيب شيخنا الآية التي بعدها آية المباهلة آية المباهلة يقول وهل هبط بآية المباهلة بسواهم جبرائيل نعم آية المباهلة باختصار يقول ربنا تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهد فنجعل لعنة الله على الكاذبين قصة المباهلة باختصار حتى يكون معنا أخواننا وأخواتنا المشاهدون في عام الوفود بل أتفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفود من الخارج بعضهم يسلم وبعضهم لا يأتي فقط يعمل معاهدات وبعضهم يأتي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو ثلاثة مجموعة تأتي وتسلم وتعلم متابعتها للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة تأتي تعمل معاهدات معني وتظل على دينها وبعضها تأتي تناقش وتسأل وتستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الذين جاءوا وفد من نجران وكانوا نصارى وفد نجران لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوا معه عن موضوع عيسى صلى الله عليه وسلم وفيهم نزل أو نزلت الآيات في سورة علي عمران إن الله اصطفى آدم ونوح وعلى إبراهيم وعلى عمران العالمين ذكر قصته عيسى صلى الله عليه وسلم وعليه مفصلة لم يقبلوا قال لا نقبل هذا الكلام لأن عيسى عندهم ثالث ابن الله قال لا نقبل هذا الكلام عندها لما رفضوا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قال ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاء فيه يعني عيسى من بعد ما جاءك من العلم أي أنحال عيسى صوت السلام فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نبتهل أي نتلاعن بهله معنى لعنه فنبتهل أي نتلاعن أين الحق أنتم تقولون يقول للنصارى أنتم تقولون إن عيسى ابن الله وأنا أقول عيسى عبد الرسول صلاة ربه وسلامه عليه لم تقبلوا قولي ولا أقبلوا قولكم تقاطعنا نتلاعن نتلاعن في هذه القضية نعم فقالوا نعم نتلاعن فخرج النبي وخرجوا ورجعوا إلى أماكنهم على أن يأتوا من الغد للتلاعون نعم فجاء النبي صلاة ربه وسلامه عليه من الغد وأتى معه علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهلي وجاء بهم صلاة ربه وسلامه عليه فلما رأى النصارى أن النبي جاد وأنه فعلا يريد أن يلاعنهم خافوا لماذا خافوا لأنهم يعلمون عن المليقين أنه نبي كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هم يعرفون أنه نبي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحلون فلما رأوا الجدة من النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم العاقب وهو شيخهم قال والله إن كان نبيا وباهلتموه والله يتهلكون جميعهم ما فيها ترى قالوا فماذا ترى قال أرى أنه صالح الرجل لا نباهله لأنه يعلم أنه نبي وأخبر قومه وقال هو نبي تبعوه قالوا لقد كمرت لقد قمت تخرف فامتع فالمهم لما جاء النبي وباهل امتنعوا علموا باهل وقالوا له أرسل إلينا من يعلمنا الدين لأن نتعلم الدين قبل أن ندخل فيه ولكن ليكن أمينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين فقام إلى أبي عبيدة قال أخرج معه ومنه سمي أبو عبيدة أمين هذه الأمة فخرج إليهم باهل هذه قصة المباهلة قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع وفدي نجر ترجمة نانسي قنقر